موسيقى بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة لاجينواز الكيكا الهشة الفرنسية إذن بمكونات بسيطة جدا وهي كالتالي هنا لدينا خمس حبات من البيض بحرارة الغرفة لدينا أيضا ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح حوالي ربع ملعقة صغيرة لدينا أيضا عشر جرام من الخميرة الكيميائية ما يعادل ملعقتين صغيرتين نحتاج أيضا إلى كأس من السكر الخشن وكأس من الفرينة أو الطحين مع ملعقتين نحتاج إلى ربع كوب من الماء الدافئ ننتقل إلى طريقة التحذير مباشرة إذن نقوم بفصل الصفار عن البيض impacto دمع ربع den نحن 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 نفسك نضيف كوب السكر وكذلك ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نخفق بالمضرب الكهربائي إذا نبدأ بالدرجة القليلة جدا ثم نضاعف ونقوم بالخلط بنفس الاتجاه مثلا بهذا الاتجاه مرور 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 ماسه مرور ومراقم إذن إلى أن يصبح الخليط أبيض بهذا الشكل نضيف ربع كاسمنا الماء الدافئ ونواصل الخفق إذن نخفق قليلا فقط حوالي دقيقة ثم نضيف كاسمنا الطحين أو الفرينة إذن نضيف الكوب كذلك ملعقتين وملعقتين من الخميرة الكيميائية ملعقتين صغيرتين حوالي 10 جرام إذن الملعقة الأولى والملعقة الثانية نخفق قليلا ثم نتقل إلى بياض البيض إذن من جهة أخرى هنا لدي البيض أضفت له رشة ملح ثم أقوم بخفقه أيضا إذن إلى أن يصبح مثل الثلج بهذا القوام نقوم بإضافة هذا البيض إلى الخليط الأول ثم نقوم بخلطه إلى أن يتجانس كليا إذن من الأسفل إلى الأعلى بهذا الشكل في هذه الأثناء قمت بإشعال الفرن على 180 درجة حرارية هنا لدي قلب قمت بفرش ورقة الزبدة داخله أقوم بإفراغ الخليط بسم الله أدخله إلى الفرن حوالي 35 دقيقة ثم نلتقي فيما بعد إن شاء الله أقوم بإفراغ الخليط أقوم بإفراغ الخليط أقوم بإفراغ الخليط هذا يجب إفراغ خليط اشتركوا في القناة نقوم بتقسيمها الى اثنان نقوم بوضع يدنا من الفوق بهذا الشكل واستخدام سكين امن شاري كما ترحضون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقوم بتشريب الكيكا هنا كنت قد حضرت سيرو او شاربات كأس من السكر وكأسين من الماء وملعقة فانيليا اشتركوا في القناة كذلك قمت بتحضير كريمة الشانتي بكأس من الشانتي وكأس الا ربع من الحل نقوم بوضع كمية في وسط الكيكا بهذا الشكل نقوم بتحضير كمية الشانتي على القطعة الاولى من الكيكا اشتركوا في القناة 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 اضع الطبقة الثانية من الكيكا اشتركوا في القناة 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 اضيف باقي الكمية من كلمة الشانتي اغلف بها الكيك لاحظوا حركة الملعقة بهذا الشكل اشتركوا في القناة لنستخدم ظهر سكين المنشاري هذا الجانب المجمد لمدة ساعة ثم نعود لتزيمها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة